القتال في محيط بخموت على اشده وبريطانيا تحذر من امكانية تقدم الجنود الروس الى وسط المدينة التي ظلت عصية على موسكو منذ بدء الهجوم الروسي الدفاع البريطانية وحسب تقارير استخباراتية قالت ان روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر بخموتكا وان الطريق الرئيسي للامدادات في اوكرانيا معرض لخطر كبير وبالتزامن مع تشبث القوات الاوكرانية ببخموت وتصريحات الكريملين بان فرصة اجراء محادثات سلام في 2023 صفر تتواصل الجهود الدولية لدفع الصين باتجاه انهاء الحرب المشتعلة منذ اكثر من عام الرئيس الفرنسي ورئيسة المفاوضية الاوروبية حثى الرئيس الصينية على اقناع روسيا بوقف المعارك والجلوس الى طاولة التفاوض هذه هي القاعدة التي نراها بشأن ما ندافع عنه وما يتطلب لاستئناف المحادثات بشكل سريع العدوان الروسي على اوكرانيا وجه ضربة للاستقرار الدولي اعلم انني استطيع الاعتماد عليك لاعادة روسيا الى طاولة المفاوضات الرئيس الصيني وحسب رئيسة المفاوضية الاوروبية ابدأ استعداد بلاده لمحادثات السلام والتنسيق مع فرنسا للدفع بقوة لاجراء المفاوضات فيما اخبر رئيسة المفاوضية الاوروبية بامكانية التحدث مع الرئيس الاوكراني حال توفر الظروف المناسبة التحرك السياسي في بكين لوقف نيران الحرب في اوكرانيا تضمن ايضا وحسب مصدر دبلوماسي فرنسي طلبا من الرئيس امانويل مكرون لزعيم الصين يقضي بوقف امداد روسيا بالاسلحة ودعم سلام عادل يحترم سيادة اوكرانيا اشتركوا في القناة